اهلا بكم من جديد اكد عدنان احمد يوسف رئيس مجلس ادارة جمعية مصارف البحرين والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية اكد على ضرورة العمل لاظهار مئوية القطاع المصرفي بمستوى عال وكبير يليق بالرعاية الكريمة من صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه وبسمعة الصناعة المصرفية في مملكة البحرين وقال ان فكرة الاحتفال بمئوية المصارف نبعت من عراقة واهمية الدور الذي تلعبه الصناعة المصرفية في دعم الاقتصاد الوطني حيث تسهم بنحو 17% في الناتج المحلي الجمالي كأكبر قطاع غير نفطي فضلا عن دورها الحيوي في توفير فرص العمل للمواطنين واضاف السيد عدنان ان الايدي العاملة في هذا القطاع بلغت اكثر من 14 الف موظف فيما وصلت نسبة البحرنة الى 66% من حجم القوى العاملة في هذا القطاع نتابع الآن أسعار صرف الدينار البحرين مقبل العملات الخليجية والعالمية وإلى فقرة البورصة مع بداية تعقدات هذا الأسبوع والبداية مع بورصتنا المحلية حيث أقفل مؤشر البحرين العام تدولاته بتراجع منسبة 0.06% مقفلا عند مستوى 1548 نقطة وذلك عائد انخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة اليوم 3 ملايين و768 ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 806 ألاف دينار تم تنفيذها من خلال 79 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في تداول على أسهم قطاع البنوك التجارية أما بالنسبة إلى غلاقات بقية البورصات الخليجية حيث تأثرت الأسواق بخفض البنوك المركزية سعار الفائدة وتراجع الأسواق العالمية نبدأ القراءة مع السوق المالية السعودية التي أقفلت بتراجع بنسبة 1.26% مقفلة عند مستوى 8557 نقطة نقطة وذلك بتأثير من هبوط أسهم قيادية في كافة القطاعات مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت أقفلت بتراجع بـ 14 نقطة مئوية وأقفلت عند مستوى 6726 نقطة حيث شهدت المؤشرات انخفاضا بشكل شبه جماعي سوق أبوظبي للوراق المالية تراجعت بنسبة 0.96% مقفلة عند مستوى 5179 نقطة بتأثير من خفاض مؤشر قطاعي العقارات وأيضا البنوك سوق دبي المالية أقفلت بتراجع بنسبة 1.46% وأقفلت عند مستوى 2857 نقطة وسط التراجع لقطاع العقارات بشكل رئيسي وأخيرا مع سوق العاصمة العمانية حيث ارتفعت بنسبة 0.09% وأقفلت عند مستوى 3780 نقطة مع تقدم مؤشر القطاع المالي أصدر مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية أصدر طلبات تقديم العروض للجولة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة وتأتي هذه الخطوة بإصدار طلبات تقديم العروض لمشروعين من الفئة ألف بعد أسبوعين على إصدار طلبات تقديم العروض لأربعة مشاريع للطاقة الشمسية من الفئة باء التي صدرت في الثامن عشر من يوليو 2019 وستبلغ القدرة الإجمالية لمشاريع الجولة الثانية بأكملها واحدا فصل خمسة جيجا واط تقريبا وكان مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة قد كشف في يونيو الماضي عن تأهيل ستين شركة منها ثمانية وعشرون شركة سعودية حيث ستنتقل هذه الشركات إلى مرحلة طلبات تقديم العروض كشفت غلف ماركتينج جروب للتجزئة أن مهرجان مفاجآت صيف دبي 2019 كان النسخة الأكثر نجاحا في تاريخ مشاركاتها بالحدث حيث حققت متاجرها في دولة الإمارات نموا من خانتين في مبيعات التجزئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018 وتخطت مبيعات متاجر تجزئة تابعة للشركة الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2014 خلال الموسم الحالي للمهرجان الصيف وقال محمد باقر نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في غلف ماركتينج جروب أن دبي لطالما اشتهرت بعروض التجزئة الاستثنائية لذلك فإن مهرجان مفاجآت صيف دبي يساهم إيجابا في تعزيز سمعتها الرائدة واستقطاب اهتمام سكانها وزوارها على حد سواء نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل مؤسس شركة أمازون يبيع جزءا من حصته في أسهم الشركة لتمويل شركته الفضائية انخفضت مبيعات السيارات التركية خلال الشهر الماضي بأكبر وطيرة منذ أكتوبر 2018 مع انتهاء تخفيضات ضريبية على المبيعات وأظهرت بيانات صادرة عن رابطي موزعي السيارات أن مبيعات المركبات والمركبات التجارية الخفيفة في تركيا انخفضت بنحو 66% في شهر يوليو الماضي لتسجل 18 ألف سيارة مقابل 53 ألف سيارة في نفس الفترة العام الماضي وأشارت البيانات إلى أن مبيعات سيارات الركاب هبطت بنحو 63% فيما تراجعت مبيعات السيارات التجارية الخفيفة بنسبة 76% قال أنتون سيليانوف وزير المالية الروسي إن العقوبات الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة تضر العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن ولكن النظام المالي الروسي قادر على تحمل الضغوط الخارجية وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة أخرى من العقوبات على روسيا بسبب تسليم جاسوس سابق ببريطانيا وأضاف سيليانوف فيما يتعلق بالديون العامة وديون الشركات فإنهم على ثقة بأن النظام المالي الذي أنشأه يسمح لهم بالوفاء بمتطلبات الميزانية والمؤسسات في الموارد التي يتم اقتراضها حذر حاكم بانك انجلترا مارك كارني من أن بريكزت بدون اتفاق كما هو مقرر في الواحد وثلاثين من أكتوبر سيسبب صدمة فورية للاقتصاد البريطاني في الأثناء لم يستبعد رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون لم يستبعد احتمال خروج بريطانيا بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي وأضاف كارني أنه في مثل تلك الحالة ستسبب انهيار الجنيه الاسترليني الاسترليني في ارتفاع أسعار السلاع المستوردة مثل البنزين والمواد الغذائية فجأة وأن ترتفع معدلات تضخم وفقا لوكلة فرانس بريس قالت المديرة التنفيذية للبنك الدولي كريستالينا جورجيفا إنها ستتخلى مؤقتا عن مسؤولياتها في البنك بعد أن اختارها حكومات الاتحاد الأوروبي كمرشح لرأسة صندوق النقد الدولي وقال ماريو ستينتيو الذي يرأس مجلس وزراء مالية مجموعة اليورو أن صندوق النقد الدولي يواجه تزاير التوترات العالمية وأنه من الضروري أن يكون صندوق النقد الدولي مركزا للتعددية وحصلت جورجيفا البالغة من العمر ستة وستين عاما على مساندة من غالبية دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين بعد أن هزمت المرشح الهولندي ييرو إين ديسل بوم بعد جولتين من التصويت ومفاوضات مطولة بين دول الاتحاد باع جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون جزءا من حصته في أسهم الشركة بقيمة 1.8 مليار يورو بسعر يقارب من 1900 دولار لأسهم على مدار الأيام القليلة الماضية في أول عملية بيع منذ أبريل الماضي وذلك لتمويل شركته الفضائية وبحسب موقع بيزنس إنسايدر الأمريكي فإن هذا يعني أن أغلى رجل في العالم قد عزز احتياطيه النقدي بأكثر من 1.8 مليار دولار لتبلغ القيمة الصافية لثروة بيزوس 117 مليار دولار وفقا لمؤشرات بلومبرغ وأوضح التقرير أن عمليات البيع قد تكون أكبر قيمة وقد ملكها بيزوس منذ أن أسس شركة أبازون عام 1994 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر